ازايكم عاملين ايه? اخباركم ايه النهاردة? اه هنعمل النهاردة فيديو عن موقع جديد. اه الموقع لسه نازل حالا. تمام يا شباب? الموقع لسه نازل حالا. الموقع بيدي ضعف الاداع في اربعة وعشرين ساعة. دي اول خطة في الموقع. والحد الادنى فيها اه للاداع واحد دولار. اه من خلال او عملات رقمية. اه الموقع زي ما انتم شايفين يا شباب الموقع المواقع اللي زي دي انا بقول اهو بتبقى عالية الخطورة. تمام يا شباب? اللي هيجازب فيها. يبقى عارف هو بيعمل ايه? واولا واخيرا الاستثمار بيكون على مسئوليتك. طب يلا بينا يا شباب بنبص على الخطط بتاعة الموقع سريعا هو يعتبر اللي هيهمنا اه اول خطتين بس. بس هشرحهم كلهم. وتقريبا احنا يعني او محدش اه يشتغل على اه من اول الخطة التالتة. يعني خلينا في اول خطتين فقط. اه اول خطة يا شباب زي ما انتم شايفين كل الخطط بعد اربعة وعشرين ساعة. يعني كل الخطط مدتها واحدة اربعة وعشرين ساعة. اه اللي بيفرق ما بين الخطة والتانية نسبة الربح والحد الادنى للاداعة. اول خطة بيديك ربح امتين في المية والحد الادنى فيها واحد دولار يعني لو اودعتوا واحد دولار بعد اربعة وعشرين ساعة تسحب اتنين دولار. اه الخطة اللي بعدها امتين وخمسين في المية وبتبدأ من عشرة دولار. الخطة اللي بعدها تلتمية في المية والحد الادنى خمسة وعشرين دولار. اه الخطة اللي بعدها ربعمية في المية والحد الادنى خمسين دولار. الخطة اللي بعدها خمسمية في المية والحد الادنى ميت دولار. والخطة الاخيرة ستمية في المية والحد الادنى مية وخمسين دولار. طيب يلا بينا يا شباب نشوف بنعمل اكاونت ازاي على الموقع. بندوس هنا على باللون الاسفر. بنملى البيانات دي يا شباب زي ما انتو شايفين? بنكتب هنا الاسم السنائي. هنا بنكتب الاسم المستعار. هنا بنكتب البسورد مرة تانية. وبعدين نكتب الايميل ونعيد الايميل مرة تانية. وبعدين السؤال السري. وبعدين اجابة السؤال السري، وبعدين بندوس اجري. وبعدين بتدوس تمام كده يبقى احنا خلاص سجلنا على الموقع. طيب انا خلاص عندي اكاونت على الموقع فهدوس هنا لوج ان عشان ادخل على طول لحسابي. هدخل بالاسم المستعار والباسورد. كده بدأ يدخل على حسابي زي ما انتم شايفين يا شباب. آآ الموقع زي ما انتم شايفين يا شباب انا لسه مسجل عليه دلوقتي قبل ما اطلع بالفيديو آآ وهنعمل عليه اداع مع بعض. وان شاء الله آآ بكرة بازن الله في نفس المعاد آآ نعمل آآ اثبات السحب او نعمل فيديو للسحب آآ من الربح اللي نزل لنا في الموقع. آآ طيب يلا بينا يا شباب نشوف آآ بنشتغل ازاي على الموقع او بنعمل اداع في ازاي في الموقع. اول حاجة عايزين نعملها قبل ما نعمل اي حاجة نخش على الضبط على سيتنج. هنخش على سيتنج عشان نكتب رقم المحفظة اللي عايزين نستلم عليه السحب. الموقع بيدعم طبعا بيرفكت ماني لو هتشتغل بيرفكت ماني يبقى تكتب الرقم اللي بتستقبل عليه السحب اللي هو بيبدأ بحرف اليو. آآ وبيدعم البيتكوين واللايتكوين والدوجي والاسيريام والبيتكوين كاش والترون والبي ام بي. بيدعم كل العملات دي. تشوف انت هتشتغل بانهي عملة وتكتب آآ الادرس بتاعها او العنوان بتاعها آآ في الخانة بتاعتها آآ اللي بتستقبل عليه السحب. طيب طيب يلا بينا نعمل آآ اداء مع بعض يا شباب. بندوس هنا على بنختار الخطة يا شباب. بنختارها من علامة دي. لازم تكون متلونة آآ ومعمول عليها علامة صح متلونة باللون الروز. يعني لو دوسنا هنا يبقى احنا كده اختارنا التانية. لو دوسنا هنا يبقى احنا اختارنا كده الخطة التالتة. تمام? فاحنا هنختار الخطة الاولى وهنودع فيها. تمام? وبننزل هنا آآ بنكتب المبلغ اللي عايزين آآ آآ نستثمره. آآ لحد الادنى طبعا زي ما قلنا للمبلغ الاستثمار واحد دولار. احنا آآ انا هودع اتنين ونص. وعلى الله. تمام يا شباب? بعد ما كتبنا المبلغ بنختار الطريقة او بنختارها نودع بانهي طريقة من خلال ان احنا نضغط هنا. انا هختار بيرفكت ماني. وهكتب وهدوس هنا اسبند. هيجيب لي هنا رسالة تأكيد هقراها سريعا ان انا مختار الخطة صح. مكاتب المبلغ صح. وهدوس بروسس. كده هيدخني على صفحة البرفكت ماني على طول عشان اكمل عملية الاداع. هكمل عملية الاداع وارجع لكو تاني. اه رجعت لكم تاني كمينا عملية الاداع يا شباب. اه قال لي هاو تم اه استلام اداعك. اه هنرجع هنا على الاكاونت بتاعنا. زي ما انتم شايفين الاداع اه اتقابل على طول في نفس اللحظة فوري. تمام ده بالنسبة للاداع يبقى المفروض بعد اه اه اربعة عشرين ساعة بالزبط ان شاء الله. هيكون ربحنا اه ضعف يعني هيبقى خمسة دولار. طيب بالنسبة هنا للقايمة او بقية القايمة هنا عشان تسحب. طبعا اي مش هيبقى متاح اي حاجة في السحب الا ما يكون نزل ربح او موجود اه اي اه مبلغ نسحبه. والحد الادنى في السحب عشرة سنت. اه هنا عشان تشوف ادعاتك. هنا عشان اه تشوف لو انت عايز تعمل ترويج لرابط الاحالة بتاعك. هنا عشان تشوف العمليات بتاعتك. هنا لو عايز تجيب اه رابط الاحالة بتاعك وتشوف الاحالات بتاعتك. هنا لو اتضبط لو عايز تضيف المحافز ارقام المحافز بتاعتك. وهنا ده الامان لو عايز تغير الباسورد او اي حاجة من الحاجات دي. تمام يا شباب? كده خلاص كمنا شرح اه واداع على الموقع وبازن الله بعد اربعة وعشرين ساعة اول ما نسحب من الموقع هنعمل فيديو بازن الله.